بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً بكم طلابي وطالباتي إلى درس جديد من دروس أحياء 2-1 كنا في درسنا الماضي قد بدأنا بمجموعة من الإثراءات في المقرر واليوم لدينا الإثراء رقم 3 معي من لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني لدينا الفصل الثالث في المقرر والذي بعنوان الزواحف والطيور ولدينا درسين في هذا الفصل الدرس الأول يختص بالزواحف والدرس الثاني بالطيور في الزواحف أولاً في الفكرة الرئيسة خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكنتها من العيش على اليابسة أي لأن هذه الزواحف تكيفات مكنتها من العيش على اليابسة بصورة صحيحة في الأهداف توضح الخصائص التي تمكن البيضة الرهلية الأمنيونية من التكيف للعيش على اليابسة تلخص خصائص الزواحف تميز بين رتب الزواحف الزواحف ذكرنا أنها هي المخلوقات التي تمكنت من العيش على اليابسة من العيش على اليابسة ونجحت في العيش على اليابسة بصورة كاملة بسبب وجود مجموعة من التكيفات التي ساعدتها في ذلك ذكرنا بيوضها محاطة بقشرة جلدية جسمها مغطى بجلد حرش في سميك لديها أجهزة دورانية وتنفسية ذات كفاءة أو ذات فاعلية أكبر من التي سبق وتعلمنا في البرمائيات لذلك الزواحف لديها هذه التكيفات وبالتالي استطاعت من العيش بنجاح على اليابسة ذكرنا في دروسنا الماضية وعندما تناولنا الدروس في المقرر أن الفقريات تقسم إلى اللارهليات والرهليات نقصد بالرهليات هو الغشاء الرهلي الحيوانات التي يكون الجنين لديها محاطة بغشاء رهلي وهو الغشاء المملوء بالسائل والذي يحمي الجنين أثناء فترات نموه لاحظنا أن اللارهليات تشمل الأسماك والبرمائيات أي أنها لا تكون الغشاء الرهلي الذي يحيط بأجنتها بينما الرهليات تشمل الزواحف والطيور والثديات وتسمى حيوانات الغشاء الرهلي لأن أجنتها تكون محاطة بالغشاء الرهلي والذي يحمي الجنين أثناء فترات نموه ذكرنا أن البيضة الرهلية أو الأمنيونية هي من التكيفات التي ساعدت الزواحف ومكنتها من العيش على اليابسة في ظروف اليابسة درجات الحرارة المرتفعة البيئات القاسية استطاعت الزواحف المعيشة على هذه اليابسة المجموعة من التكيفات في أولها ويأتي في مقدمتها وأهميتها البيض الرهلية التي تكونها الزواحف ولحظنا تركيب البيضة الرهلية كما هو ظاهر في هذا الشكل مجموعة من التراكيب تتخصص في هذا وظائف معين البيضة الرهلية مجموعة من الأغشية هذه الأغشية تتخصص في هذا وظائف معين فأولا تحاط البيضة الرهلية بالقشرة الجلدية ولها دور في حماية السوائل الداخلية والجنين وكذلك حماية البيضة من الجفاف لأن البيض توضع في اليابسة فالقشرة الجلدية ساهمت في حماية السوائل داخل هذه البيضة والجنين وكذلك حماية البيضة من الجفاف الغشاء الرهلي المنيون وهو غشاء مملوء بسائل يحيط بالجنين وله دور هام في حماية الجنين خلال فترات نمو وتقليل أثر الصدمات التي قد تؤثر على الجنين غشاء الكوريون وهو غشاء يسمح بدخول الأكسجين له دور في تنفس حفظ السائل داخل البيضة حفظ السائل داخل البيضة كيس المح وله دور مهم في تغذية الجنين ويستعمل كغذاء للجنين أو إنتاج الغذاء الذي يستعمله الجنين كيس المنبار التخلص من الفضلات التي ينتجها الجنين ونلاحظ في هذا الشكل التراكيب الغشرة الجلدية الغشاء الرهلي نلاحظ الغشاء الرهلي يحيط بالجنين غشاء الكوريون كيس المح وكيس المنبار وهذه الأغشية التي لها وظائف متخصصة تساعد على حياة الجنين أو بيوض الزواحف في اليابسة أهم التراكيب التي مكنت الزواحف من العيش على اليابسة ذكرنا البيضة الرهلية الأمنيونية لها دور في حماية السوائل الداخلية والجنين كذلك الزواحف عندما تكون حيوانات بالغة يكون الجلد جاف حرشفي وله دور في منع السوائل وفقدانها وحماية الزواحف من الجفاف فهذا الجلد الحرشفي يساعد في منع فقدان السوائل وهو تكيف هام أيضا للزواحف لمعيشتها في اليابسة الزواحف كالبرمائيات هي مخلوقات متغيرة درجة الحرارة لا يمكنها توليد حرارة أجسامها بل تنظم درجة حرارتها السلوكية لأن درجة الحرارة تتغير حسب درجة حرارة الوسط المحيط فالتنظيم الحراري السلوكي لزواحف عندما تنخف درجة حرارة الجسم تخرج الزواحف تسير تحت أشعة الشمس لرفع درجة حرارة أجسامها في المقابل عند ارتفاع درجة حرارة أجسام نجدها تتجه أو تنتقل إلى الضل أو الدخول في الجحور الباردة رتب الزواحف الزواحف قسمت في أربع رتب رتبة الحرشفيات وتضم الأفاعي والسحالي رتبة التمسيحيات تضم التماسيح والقواطير والكيمان رتبة السلحفيات تضم السلاحف ورتبة خطمية الرأس وتضم التوتارة دينصورات من رتب الزواحف ولكن الدينصورات أصبحت الآن حيوانات منقرضة كنا قررنا بين السحالي والأفاعي والتي تتبع رتبة الحرشفيات نلاحظ أن السحالي لها أرجل ذات مخالب بينما الأفاعي ليس لها الأرجل ذات المخالب السحالي لها ذيول طويلة الذيول قصيرة في الأفاعي السحالي لها جفون متحركة بينما الأفاعي ليس لها جفون متحركة لها أغشية طبلة هنا نلاحظ ليس لها أغشية طبلة ليست سامة السحالي بينما معظم الأفاعي تكون سامة لا تمتلك أعضاء جاكوبسون أعضاء جاكوبسون من التراكيب المميزة في الأفاعي وتستخدم في حاسة الشم في الزواحف من نقاط التشابه بينهما تتبع السحالي والأفاعي رتبة الحشوفيات متغيرة درجة الحرارة الفكوك ذات مفاصل مرنة تسمح لها بابتلاع فرأيس تكون أكبر حجما القلب ثلاثي الحجرات الإخصاب الداخلي والبيوض رحلية نلاحظ أيضا من رتب الزواحف السلاحف والتماسيح والتوتارة نلاحظ أن لكل هذه الرتب خصائص تميزها عن بقية الزواحف تميز أو خاصية تميز هذه الزواحف عن بقية الزواحف في نفس الطائفة فالسلاحف تتميز عن باقي الزواحف بوجود الدروع الدروع الواقية الدرع الظهري والدرع البطني فنشاهد الجسم يكون محاط بهذه الدروع وهي صفة تميز السلاحف عن بقية الزواحف كذلك السلاحف البرية أو المائية ليس لها أسنان من الزواحف عديمة الأسنان وتحدث عضة قوية بسبب حافات الفم الحادة والصلبة التماسيح تختلف عن باقي الزواحف بوجود القلب رباع الحجرات بوجود القلب رباع الحجرات لها أسنان حادة وفكوق قوية وأسنان التماسيح تشبه مثيلاتها الدينصورات توتر الحيوان الذي يتبع رتبة خطمية الرأس له عرف من الأشواك يمتد على طول الظهر عين تاتي على قمة الرأس لها دور تتحسس درجة الحرارة توطيها الحراشف التي تحميها أيضا من أشعة الشمس صفان من الأسنان في الفك العلوي لها صفين من الأسنان في الفك العلوي يقصان الطعام بمساعدة صف من الأسنان في الفك السفري وهذا أعطاها ميزة الافتراس في الطيور في الفكرة الرئيسة وهب الله وهب الخالق جل وعلا للطيور ريشا وأجنها وعظاما خفيفة الوزن وتكيفات أخرى تسمح لها بالطيران من الأهداف تلخص خصائص الطيور تربط بين تكيفات الطيور وقدرتها على الطيران تصف الرتب المختلفة للطيور ذكرنا أن في محور دراستنا في الفقريات أن التكيفات مركزة على التكيفات ودورها وكيف ساعدت هذه المخلوقات الحية على العيش في بيئاتها نلاحظ أن التكيفات الطيور وطيوران لتوجود الريش وساعدت الطيور في الطيران لتستطيع العيش في البيئات المتنوعة فصفة الطيران من صفات المميزة في الطيور قدرتها إنتاج الحرارة الداخلية في أجسامها وحيونات ثابتة درجة حرارة تولد درجة حرارتها داخليا وجود الريش عظامها خفيفة الوزن تكيفات جهازة الدوران والتنفس ليزود العضلات أكثر بالأكسجين نلاحظ أن الصفة المميزة للطيور في مخطط العلاقات التصنيفية وجود الريش وجود الريش هو الصفة التي تميز الطيور عن باقي الفقريات نلاحظ أن هذا الريش وهو الزوائد المتخصصة التي تنمو من جلد الطيور وتتكون من بروتين الكيراتين نلاحظ أن الريش ينقسم في الطيور إلى نوعين الريش المحيطي الكفافي والريش الزغبي الريش المحيطي يحيط بجسم الطائر في الأجنحة في الذيل الريش الزغبي يكون تحت الريش المحيطي يتركب من قصبة هوايا ذات أشواك تتفرع إلى شويكات أصغر تتماسك معا بخطفات في الريش المحيطي بينما في الريش الزغبي هو ريش ناعم لا يحتوي على الخطفات الوظيفة وهي نقطة هامة في الريش المحيطي وظيفة الطيران بينما هنا حجز الهواء حتى يعمل عازلا للمحافظة على درجة حرارة جسم الطائر أيضا تكلمنا عن التنفس وكان من النقاط الهامة في الطيور لأن الطيور تحتاج إلى كمية كبيرة من التنفس ولذلك تكيف الجهاز التنفسي في الطيور بوجود الرئتين والأكياس الهوائية فنلاحظ أن الهواء يدخل الهواء غير مواكسج إلى القصبة الهوائية في عملية الشهيق ثم ينتقل إلى الأكياس الهوائية الخلفية في نفس الوقت الهواء الذي كان موجودا في الرئتين ينتقل إلى الأكياس الهوائية الأمامية في الخطوة التالية في الزفير يندفع الهواء من الأكياس الهوائية الخلفية إلى الرئتين تحدث تعمية تبادل الغازات والهواء الموجود في الأكياس الهوائية الأمامية يخرج إلى الخارج عن طريق القصبة الهوائية للخارج وبالتالي أصبح الدوران في هذا الجهاز في اتجاه واحد لتوفير كمية أكبر من الأكسجين أيضا ذكرنا جهاز الدوران في الطيور والقلب رباعي الحجرات وذكرنا القلب المميز بطين أيمن وبطين أيسر والأذين الأيمن والأذين الأيسر والدورة الدموية دورتان الدم المؤكسج يصل إلى أنحاء الجسم من أنحاء الجسم يدخل إلى الأذين الأيمن والدم غير مؤكسج يندفع إلى البطين الأيمن ثم ينتقل إلى الرئتين التي تحدث عامية تبادل الغازات يخرج الآن الدم المؤكسج إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيسر ثم يضخ البطين الأيسر الدم المؤكسج إلى أنحاء الجسم في الطيور أيضا من التركيب المميزة في الطيور في الجهاز الهضمي الحوصلة وكان تركيب له دور في تخزين الغذاء القانصة طحن الغذاء وتحويه أجزاء صغيرة لأن الطيور لا تحتوي لا تمتلك أسنان وبالتالي تم طحن الغذاء في القانصة بواسطة الحصة الصغيرة التي يبتلعها الطائرة العمارة الدقيقة هضم وانتساص الغذاء البنكرياس والكبد تساعد في عملية الهضم بالإفرازات التي تفرزها من أجهزة الدماغ والحواس أو الأجهزة الحسية في الطيور نلاحظ المخ مركز التكامل الأساسي في الدماغ ويتحكم في عمليات كثيرة في الطيور في الأكل والتغريد والطيران والسلوك الغريزي المخيخ تناسق الحركة والاتزام في أثناء الطيران وهو مهم في الطيور ومميز لأن الطيور تقوم بعملية الطيران وتحتاج إلى عملية الاتزام الجزء البصري ينسق المعلومات البصرية والبصر صفة حادة من صفات الحادة الحواس الحادة في الطيور النخاع المستطيل يتحكم في الوظائف الإقاعية كالتنفس وذقات القلب القشرة المخية مسؤولة عن الذكاء في الطيور في الثديات كان لدينا الفكرة الرئيسة للثديات خاصيتان وميزتان هما الشعر والغدد اللبنية في الأهداف تحدد خصائص الثديات تصف كيف تحافظ الثديات على درجة حرارة ثابتة للأصول للاتزان الداخلي تميز بين التنفس في الثديات والتنفس في الفقريات الأخرى لاحظنا أن الثديات تتميز عن باقي أفراد الفقريات بوجود خاصيتين مهمتين وهي الشعر والغدد اللبني هي الخاصيتين التي ميزت الثديات عن باقي الفقريات الشعر يغطي أجسام الثديات وكان له وظائف هامة كالعزل مع أضلاء درجة الحرارة مقاومة الماء حتى لا يصل الماء إلى جلد الحيوان وبالتالي عندما يتبخر يفقد الحيوان درجة حرام الجسم التخفي لأن له لون يتماسج مع اللون البيئة فأستخدم في التخفي كذلك في التواصل بعض الشعر يستخدم للتواصل كالألوان المميزة كفي الغزلان عندما يرتفع الذيل تظهر البقعة ذات اللون الأبيض تعطي إشارة تحذير لباقي القطية أيضا يستخدم كأسلوب للدفاع عن نفس مثل الشعر المتحور في حيوان النيص على شكل أشواك يستخدمه في الدفاع عن المفترسات كذلك يستخدم في الإحساس بعض الشعر يتحول إلى شوارب طويلة كالتي توجد في الفقمة وفي بعض الثديات آكلات الحوم تستخدم للتحسس الغدد اللبنية وهي من الصفات الهامة في الثديات تنتج الحليب ليغذي الجنين النامي ويغذي الجنين لاحتوائه على مجموعة من المواد الغذائية الكربوهيدرات والماء والبروتينات والدهون صفتين أساسيتين للثديات تميزهما عن باقي الفقرية أيضا الثديات تتميز وجود الغدد والغدد مجموعة من الخلايا تفرز سائل أن يستعمل في مكان آخر وذكرنا أن الغدد من الصفات المميزة في الثديات لديها تجمع كبير للغدد كالغدد العرقية التي تنظم درجة حرارة الجسم الغدد اللبنية التي تنتج الحليب الذي يغذي الصغار غدد الرايحة التي تستعمل لتحديد المناطق وجذب شريك التزاوج الغدد الدهنية التي تعمل على سلامة الجلد والشعر كذلك من المميزات في الثديات الأسنان والأجهزة الهضمية لاحظنا وجود تنوع في الأسنان وتنوع النمط الغذائي في الثديات والأجهزة الهضمية فلاحظنا أن آكلات الحشرات تتميز وجود القواطع الطويلة المنحنية التي تعمل كدبابيسي تثبيت الفريسة ولاحظنا أن جهاز الهضمي قصير جدا لأن غذائها بروتين وبالتالي يكون حضم البروتين أسهل أيضا ذكرنا آكلات اللحوم كيف أن الأنياب أصبحت طويلة وحادة وتستخدم لجرح وطعن الفرائس وتستخدم الأضراس الخلفية في نزع اللحم عن عظام الفرائس ولديها جهاز هضمي قصير لاحظنا أن المعي الأعور في الثديات آكلات اللحوم ليس له وظيفة لأن غذائها بروتين والبروتين لا يحتاج إلى وقت أطول في الهضم أيضا ذكرنا الثديات آكلات الأعشاب والتي قسمناها إلى آكلات الأعشاب وآكلات الأعشاب المجترة ولاحظنا التميز في وجود الجهاز الهضمية لاحظنا الأسنان الأضراس الخلفية والأمامية وظيفتها الطحن لأنها تتغذى على الحشائش والنباتات تحتوي على السلولوز فلاحظنا أن الجهاز الهضمية تكيفت لهضم هذا السلولوز لاحظنا في آكلات الأعشاب الغير مجترة المعي كان أكبر حجما والجهاز الهضمي طويل وتوجد البكتيريا التي تعمل على تحليل السلولوز بإفرازها الإنزيم الهضم للسلولوز في المعي الأعور بينما في المجترات كانت البكتيريا توجد في المعيدة وتفرز الإنزيم الهضم للسلولوز لأن هذه الثديات لا يوجد لديها الإنزيمات الحاضمة للسلولوز لحظنا معدة الحيوانات أو الثديات المجترة مقسمة إلى أربع حجرات وهذا لقيام بعمل الهضم وهضم السلولوز الذي يكون في الحشائش التي تتغذى عليها معدل أيض المرتفع وهو صفة هامة وهو معدل السريع وجميع التفاعلات التي تحدث داخل الخلية لاحظنا له دور مهم في الثديات والحيوانات ثابتة لدرجة الحرارة لأنه مصدر الحرارة لأنها تولد درجة الحرارة تداخليا فمعدل الأيض المرتفع مهم جدا ولاحظنا العلاقة بين كتلة الحيوان الثدي ومعدل الأيض فكلما كانت كتلة الحيوان الثدي صغيرة زاد معدل الأيض بينما في المقابل كلما كانت كتلة الحيوان الثدي كبيرة قل معدل الأيض لأن الحيوانات الصغيرة مساحة سطحة الجسمة كبيرة وبالتالي تفقد الحرارة من أجسامة وبالتالي عليها أن تتغذى بشكل مستمر لتعويض الحرارة القشرة المخية مميزة في الثديات ونلاحظ طبقة التلافيف في الدماغ والتي حتى يستوعبها الجمجمة هو لزيادة مساحة سطحة الاتصال العصبي والذي أعطى الثديات والجهاز العصبي تعقيدا أكبر عن باقي الفقرية الأخرى كالزوح في الطيور لاحظنا حجم المخ والمخيخ أكبر في الثديات عن باقي الطوائف ذكرنا قبل قليل أن الثديات تنوعت في تغذية آكلات الحشرات تتغذى الحشرات من أمثل عليها الخلد والفار آكلات العشاب والنبتات والأرانب آكلات الحوم تتغذى آكلات العشاب كالثعالب والأسود أيضا لدينا الثديات القارتة وهي تغذيتها مزدوجة على النبات واللحوم والراكو من أمثاعها الراكون والدب وتعرفنا قبل قليل على أنواع الأسنان شكل الأسنان في هذه الثديات كيف تغير حسب نوع الغذاء وأيضا الجهاز الهضمي كيف تغير وتطور وتكيف بسبب وجود المادة الغذائية أو نوع المادة الغذائية التي تتغذى عليها الثديات لدينا هنا ثم انتقلنا إلى تنوع الثديات ولحظنا أن الثديات تقسم إلى ثلاث تحت طوائف بناء على طريقة التكاثر في الثديات الأولية والثديات الكيسية والثديات المشيمية طريقة التكاثر في الثديات الأولية تضع بيضا ولا تلد كالبيض الذي تضع الزواحف الثديات الكيسية تلد صغارا ولكنها غير مكتملة النمو الثديات المشيمية تلد صغارا مكتملة النمو معيشة الثديات الأولية في استراليا تسمانيا وغينيا الجديدة بينما الثديات الكيسية كان لها انتشار محصور فقط في استراليا والجزر القريبة بينما الثديات المشهيمة تشكل النسبة الكبرى من الثديات من المميزات في الثديات الأولية لها قدام غشائية لها نفس تركيب العظم في منطقة الكاتف مثل الزواحف كورومسوماتها عبارة عن خليط بين الثديات والزواحف درجة حرارة أجسامها أقل من الثديات الأخرى ونلاحظ هنا سبب تسمية الثديات الأولية لأنها تتصب بصفة الثديات وجود الأثداء التي تفرز الحليب وبعض الصفات التي كانت أكثر قربة للزواحف فهنا أصبحت أقل أنواع الثديات بينما الثديات الكيسية لها الكيس الجراب الذي يكون أسفل وطن الأم تنتقل إليه الصغار بعد الولادة التي ستستكمل نموها داخل هذا الكيس لأنها تلد صغارا غير مكتملة النمو بينما في الثديات المشهيمية لاحظنا وجود المشهيمة هو العضو الذي يوفر الغذاء والأكسجيل الجيني ويخلصه من الفضلات ولها فترة الحمل وهي الفترة التي يقضيها الحيوان داخل جسم الأم وبالتالي نلاحظ أن هنا في الثديات المشهيمية الجنين يكون داخل جسم الأم ويحظى بهذه المميزات ووصول الغذاء والأكسجيل وفترة الحمل التي يبقى فيها ويكون في الرحم هذا الكيس الذي يبقى فيها الجنين أثناء نموه ثم قارننا بين الثديات الكيسية والثديات المشهيمية لأنها أرقى أنواع الثديات الصغار بعد الولادة في الثديات الكيسية تكون غير مكتملة النمو بينما في الثديات المشهيمية مكتملة النمو فترة الحمل قصيرة لأنها تلد الصغار غير مكتملة النمو بينما هنا فترة حمل طويلة نمو الجنين عفوا يستكمن نموه خارج جسم الأم بينما هنا يستكمن نموه بالكامل داخل جسم الأم المشيمة ليس لها مشيمة وينمو الجنين في كيس أو الجراب الموجود أسفل بطن الأم بينما هنا لها مشيمة وعضو مميز يعمل على توفير الغذاء والأكسجيل للجنين وتخليصه من الفضلات تغير الأطراف هنا نلاحظ أنها لا تتغير لأنها تتشبث بفرو أمها عند الولادة ولم يحدث لها تغيرات وتكيفات مقابل الثديات المشهيمية نلاحظ التحور إلى الأرجل أو الأجنحة أو المجاديث القشرة المخية أصغر وأقل تعقيدا لأن الجنين لم يبقى فترة طويلة داخل جسم الأم حتى اكتمان نموه نلاحظ هنا في الثديات المشهيمية أكبر وأشد تعقيدا بسبب بيئة الأكثر استقرارا والأكثر والغنية بالأكسجين في داخل جسم الأم في الثديات المشهيمية هي أرقى الثديات وتكلمنا عن مجموعة من رتب الثديات كآكلات الحشرات التي تعتبر أصغر الثديات وفي المقابل رتبة الخرطميات وهي أكبر الثديات على اليابسة ومنها الفيلة تكلمنا عن رتبة القوارض والتي تعتبر أكبر الثديات عددا وعلى انتشار واسع تكلمنا عن رتبة الحوتيات والخلانيات وهي ثديات تعيش في البيئة المائية وتكيفت أطرافها الأمامية على شكل زعانب تستخدم لعملية السباحة كذلك الثديات أو رتب أحادية الحافر وثنائية الحافر والتي تختلف عن بعضهما في عدد الأصابع الفردي في أحادية الحافر كالحمار الوحشي وعدد الأصابع المزدوج كالغزلان تعرفنا على مجموعة من رتب هذه الثديات فهو بعض الخصائص التي تتبع رتب الثديات المشهيمية ولدينا في هذا الجدول مقارنة للزواحف والطيور والثديات نلاحظ أن الزواحف متغيرة درجة الحرارة بينما الثديات والطيور ثابتة درجة الحرارة عدد حجرات القلب نلاحظ في الزواحف ثلاث حجرات مع عدد تماسيح أربع حجرات الطيور والثديات لها أربع حجرات الدورة الدموية في الزواحف والطيور والثديات تكون مزدوجة التنفس في الزواحف بالرئات الطيور نلاحظ الريات وجود الأكاسي الهوية الثديات عضلة الحجاب الحاجز والتي تميزها عن باقي الرتب عن باقي الطوائف كزواحف والطيور فتستخدم عضلة الحجاب الحاجز وهي العضلة التي تفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني والأهدور بعملية الانقباض والانبساط في عميد الشهيق والزفير لقيام بعملية التنفس المادة الإخراجية حمض البوليك في زواحف والطيور وهي المادة التي يتم سحب الماء منها في المجمع حتى تخرج هذه الفضلات لأن الماء تحتاج هذه الحيوانات كزواحف الطيور تعيش في البيئات وكذلك اليوريا في الثديات المجمع أو المذرق يوجد في زواحف الطيور غير موجود في الثديات التكاثر نلاحظ أن الزواحف والطيور تتكاثر بالبيوض الرهلية نلاحظ أن في الزواحف لها قشرة جلدية بينما البيوض الرهلية في الطيور لها قشرة صلبة والنشاط التكاثر معقد في الطيور لأنها تبدأ بتحديد المناطق ثم عمليات تحديد شريكة تزاوج وكذلك وضع البيض ثم بعد وضع البيض حضر البيض ثم تغذية الصغار بعد عملية فقس البيوض بينما الثديات تتكاثر بالبيض فقط في الثديات الأولية بينما أغلبها تلد ولا فترة حمل لحظنا أن فترة الحمل في الثديات بناء على حجم الحيوان فإذا كان حجم الحيوان الثدي كبيرا فإن فترة الحمل تكون أكبر الدماغ أصغر حجما في الزواحف والطيور وأقل تعقيدا مقارنة بالثديات الذي يكون أكبر في الحجم وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم طلابي وطالباتي مزيدا من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته